نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام خير وبركة ويمن وسعادة علينا وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية اللهم أمين يوم عرفة يوم خلينا نقول يوم الصلح مع رب العالمين سبحانه وتعالى يوم كل واحد ينونيه اللي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وقفت عرفات وهو يخطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فكل واحد ينونيه دي لعلي لا أدرك عرفات بعد ذلك فلابد أن أجتهد اجتهاد منقطع النظير مش محتاج أن حد ممكن يسبقني لرب العالمين سبحانه وتعالى لأن أنا اللي محتاج رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى هو غني عن عبادتنا فيوم الصلح مع رب العالمين يوم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل يوم الدعاء يعني سبحان الله كل واحد بقى من دلوقتي بيجهز الأمنيات بتاعته والدعوات اللي هو محتاجة في يوم عرفة يوم عرفة بكرة الصيام النهاردة من عشية يوم عرفة كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عشية يوم عرفة كان يبدأ يقول كده بسوطة عالي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير ثم أرفع صوته بالدعاء لله ورب العالمين النهاردة بنجهز صحورنا وبعدين على طول نبدأ من صلاة الفجر حبها التكبير المقيد اللي هو بعد صلاة الفجر على طول السلام عليكم الإمام سلم فعلى طول نبدأ نكبر التكبيرات المعهودة نبدأ نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وإحنا بنكبر فيه ناس بتقول الله أكبر الله أكبر الله إله لله الله أكبر الله أكبر والله الحمد وتكتفي ده ورد في السنة لكن استحب الإمام الشافعي ومن المتأخرين من الفقهاء سواء فقهاء حتى المالكية المتأخرين اللي هو الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلة ويبدأ لا إله إلا الله وبعد كده يصلي على سيد النبي بالصيغة المصرية المعروفة كان سيد النبي وقف على الصفاة صلى الله عليه وآله وسلم وكان دايما يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جند وهزم الأحزابة وحده بنو نية الصيام نية الصيام طب لو المرأة عندها العذر أو الراجل مريض أو حد مش قادر هيصوم فهو كان نفسه يصوم ينوي إلا أنا لما أكون صحيح أو أنا ما عنديش العذر ده هصوم إن شاء الله بإذن الله كنت هصوم فهنا ياخد أجر الآيه أجر الثواب الصائف يوم عرف يكفر سنتين يا أستاذ الدعاء سنة فاتت وسنة جاية يوم عشراء بيكفر كم سنة سنة واحدة فحد يقول لي إيه الفرق أقول أصلي يوم عشراء مختص بنبي الله موسى لكن يوم عرف هو هذا يوم محمدي وما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم مما كان لأي نبي آخر فلذلك أكرم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجعل له أن الصيام يوم عرف يكفر ذنوب عامين ذنوب عام مضى وذنوب عام آت فأحد يقول لي كل الزنوب يعني صغائر وكبائر أقول له أنا أشوف سدن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول يكفر فهو يكفر فضل الله رب العالمين واسع يوم عرف يوم حسن الظن بالله تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يوم عرف وإنت بتدعي كذا الدعاء في بعض الناس الأسف الشديد ممكن يستغل بس لو قبيل المغرب لا إحنا بنقول يا جماعة اليوم كله يوم طاعة ويوم عبادة ويوم دعاء لله تبارك وتعالى كان سيدنا النبي يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وعلى كل شيء قدير في رواية تانية إن كان عامة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الذكر لا إله إلا الله ليه الذكر؟ لأن ده هو التوحيد وهذا خير شيء في دين الله رب العالمين واحد هيقول لي طيب الدعاء أنا عندي أدعية كتير فيجي لو خلاص الوقت ده وتزحمت عليك الأمنيات وضاق الوقت وإنت مش عارف هتدعي بإيه ولا بإيه ولا بإيه كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لنا كذا يقول العبد يقول يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فإذا عفى الله عز وجل عنك استجاب الله رب العالمين وأعطاك كل أمنياتك يعني لما أدعو ربنا الله خلاص الأمنيات تزحمت علي هدعو ربنا بالنجاح هدعو ربنا بالزواج هدعو ربنا بتيسير الحال هدعو ربنا بالرزق الحالي هدعو ربنا بالجنة بالفردوس الأعلى إن ربنا يكرمني إن ربنا يخليني صالح مصلح هدعو ربنا إن ربنا يحفظ البلدي طيب أنا أدعية كتير تزحمت علي وأنا مش عارف أدعي ده ولا ده ولا ده فقال فاسأل ربك أن يعفو عنك فإذا عفى الله عز وجل عنك أعطاك الله سؤلك وكل إيه كل أمنيات طيب حد بيقول لي طيب هو الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة لا ندع ده ولا الدعاء اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد خلاف بين العلماء واللي قال لا تقول طول النهار لا إله إلا الله بس ما تقولش أكتر من كده فواحد يقول لي كنت نفسي أدعي يعني مدعيش يا مولانا قالوا لو التزمت بلا إله إلا الله بس بعض العلماء يقول لك إيه ده هو ده أفضل كمان فيقول ليه يقول للحديث القدسي يقول أن العبد إذا شغل بذكر الله تبارك وتعالى أعطيته أفضل ما أعطي السائلي يبقى من شغله ذكري عن إيه عن مسألتي أي عن دعائي أعطيته أفضل ما أعطي السائلي